حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن الشريد أن أمه أوصت أن يعثق عنها رقبة مؤمنة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عندي جارية سوداء أو نوبية فأعثقها فقال أتي بها فداعوتها فجاءت فقال لها من ربك قالت الله قال من أنا فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطقها فإنها مؤمنة حثنا وكيع حدثنا وبرو بن أبي دوليلة شيخ من أهل الطائف عن محمد بن ميمون بن مسيكة وأثنى عليه خيرا عن عمر بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه ترجمة نانسي قنقر